بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مقرر ميكانيكا المواعع الثنين، الدرس الثالث باوندري لير المحاضرة الرابعة كنا قد عرفنا في المحسس الماضية هنا فقط رح نعرف المعادلات اللي حصلناهم دلتا ستار ثتة دلتا إي هنا أود طرح السؤال اللي طرحته المرة الماضية ما هي العلاقة بين الدلتا والدلتا ستار والثتة؟ قلنا بما أن الدلتا أكبر من الدلتا ستار أكبر من الثتة لكن في العصص الماضية ما أعطينا علاقة لحقة Energy Thickness أو الدلتا إي بالنسبة للدلتا إي عندي تساوي التكامل U على U ضرب 1 نقص U تربيع على U تربيع فلو فتحت هنا القوس رح نلقى تساوي U على U U نقص U تكعيب على U تكعيب فهذا إيش حقة الدلتا إي اللي جوه التكامل بالنسبة للثتة هنا لو فتحت أيضا القوس رح نلقى U على U نقص U تربيع على U تربيع فهنا بغيت فقط نشوف العلاقة بين هذا وهذا هل ممكن إيجاد العلاقة هذه بين الدلتا إي والثتة؟ وأيضا هل ممكن إيجاد العلاقة بين الدلتا إي والدلتا ستار؟ فهنا رح نطرح عليكم سؤال رح يكون معاكم زي الأسايمت أو زي الهومور ما هي العلاقة ما بين إيش؟ ما بين الدلتا إي قارنني يعني الدلتا إي قارنها لي بإيش؟ بدلتا قارنها لي أيضا دلتا ستار قارنها لي أيضا بإيش؟ بثتة رح تكون أصغر منهم أكبر منهم إلى غير ذلك قلت هذا سؤال يطرح إلى الحصة القادمة إن شاء الله هنا نحصل الرسمة اللي كنت نحكي عليها اللي هي العلاقة بين الدلتا الدلتا ستار وثتة كذي ما فسرنا الحين قلنا إنه الثتة أقل من دلتا ستار أقل من دلتا فهنا نرجع ثتة قلنا هي إيش؟ هي مومنتوم ثيكنس دلتا ستار هي ديس بلايس من ثيكنس ودلتا هي إيش شباب؟ هي إيش؟ disturbance thickness أو disturbance boundary layer thickness نمر إلى جزء آخر وهو جزء laminar and turbulent boundary layer بالنسبة للboundary layer هنا تعريفين أو طريقتين لحسابها أو يوجد to boundary layer فهنا رح نحكي على laminar boundary layer كلمة laminar يعني إيش؟ إنه المائع يسير بإنسيابية وكنا قد شفنا هذا في ميكانيكا المواقع واحد في turbulent boundary layer يعني إنه المائع يصبح إيش؟ يصبح ما عنده direction محددة يعني يمكن يمين يصار فوق تحت إلى غير ذلك فإن شاء الله في الحساس القادمة رح نحكي على إيش على laminar boundary layer وأيضا turbulent boundary layer والنقطة المفاصلة بين laminar and turbulent boundary layer إيش تمثلي إيش الخاصية حقتها إلى غير ذلك هنا أن نكون خلصت المحاضرة هذه أتمنى أن نكون الشرح واضح السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر